هنتكلم في شابتر 3 على شابتر 2 ناسف على حاجة خدناها في حياتنا اكتر من 3 مرات تقريبا وهي الاحتمالات بصت كده احنا يعني قوانين تقريبا نحفظ يعني هي مش تقريبا هي غالبا اول واحد ركز كده بيقولك ال p of a union انا عايز اكتفى من ال union دي بتكافئ or يعني ال b يعني احتمال احتمال حدوث a او b يعني اي يحصل او او بي يحصل او كي او بي يحصل او كي طب افرد الاثنين حصلوا اوكي برضو مفيش مشكل احتمال حدوث اي واحد منه عشان كده لما بيجي يقولك one of them at least واحد منهم على الاقل يعني انت عايز مني احتمال حدوث ايه او بي على الاقل يبقى انت بتتكلم عن ايه الرقم واحد ده اليونيو بس القانونه طبعا انت كده كده ايه مش فارق معك اللي انا بقولوه ده قوي الا انك مفروض تفهموا ايه في two بيقولك P of A intersect انترسكت دي معناها ايه and خلي بالك بعمل حتة دي الورماني اليونيون عبارة عن ايه ده او ده هتقولي ايوه ما انت بتقول or والاند والانترسكت معناها and خلاص ده وده هي مشكلة مش في and ان معناها و فمعناها ايه وبي انا عايزك تفهم يعني ايه and بص كده ايه and ب معناها ان الايه حصل والبي حصل هم الاثنين مع بعض يعني لو الايه حصل لوحده لا ما ينفعش طب لو البي حصل لوحده نفس الكلام ما ينفعش انما ايه اللي ينفع بس ان يكون الايه والبي اللي اتنين حصل طيب بص رقم ثلاثة البي اوف ايه داش اه الداش ده يا جماعة معناها نط نافية فانا بقول لك ايه داش يعني انا مش عايز الايه يحصل اه دي اسمع probability of not a احتمال عدم حدوث الايه وهي one minus p of a طبعا منطقي اللي one ده هو الاحتمال الكل اللي هو 100% طيب p of a minus b a minus b ده بقى انا بسميه قانون ايه؟ انانية يعني ايه انانية بص يا سيدي انا عايز الايه يحصل الايه يحصل لكن البي لأ عشان كده انا بسميه قانون انانية الايه؟ البي اوف ايه ماينوس بي يعني عايز احتمال ان الايه بس يحصل من جير ما البي يحصل هتقول لي ايه؟ تعال كده بص على جانب الفرق ما بين p of a of a minus b والبي of a نفسها هقولك انا بقى البي of a ده احتمال حدوث الايه؟ وخلاص البي حصل البي ما حصلش ده برا عني انا اهمني هنا ان الايه نفسها تكون حصلت انما احتمال الايه معاينوس البي ده معنا ان الايه حصل بس مش هو خلاص بشرط ان يكون البي ما حصلش عشان كده انا بسميه انانية اه بص كده بقى ارجعتها الرقم 4 مكتوب ايه؟ انا كتب لك اول بي of a انترسكت بي داش انا عايز اقولك ان بي of a منس بي هي هي بي of a بي بي داش اه ما هو بص كده؟ ايه؟ يعني الايه يحصل and انت ناس ان الانترسكت دي معناها and بي داش نط بي يعني الايه يحصل والبي ما يحصلش ايه بقى الفرق ما بينها وما بين ايه منس بي ولا ايه حاجة الاتنين هما هما فلو انا جيت طلبت منك البي of a منس بي جيت طلبت منك البي of a انترسكت بي داش لازم تعرف ان هما الاتنين ايه واحد طيب تمام سيكس بقولك اي داش عند بي داش دي مش هيفرق معك اوي فهمها طبعا معناها اي داش يعني ايه ما حصلش والبي ما حصلش سيفن بي داش وفايف نفس الكلام سيبك منها سيفن بقولك ايه بقى بصيبك من سيفن انا كتبها ازاي خليك في اللي انا هكتبه هنا دلوقتي لما انا جاي اقولك بي of a and b واجاي اقولك بي of b and a طب ما انت عارف ان الاولانية معناها a و b يحصلوا مع بعض والتانية معناها ايه b و a يحصلوا هتقول لي اه الاولى a و b يحصلوا لكن التانية b و a يحصلوا ايه و b حصلوا b و a حصلوا ما تفرقش وبالتاني نقدر نقول ان الاثنين a equal عشان كده باركز في سيفن انا كتبها لك كارول عشان ما حدش يطلع بط كتبلك b داش عند ايه طب ما هي هي a عند b داش طب ما هي هي a minus b اهو احنا قلنا a يعني ايه تحصل b داش يعني b ما يحصلش يبقى هو ده قانون الانانية ماشي نحكز بقى كده كل ده الكلام ده خدناه في اعدادي وخدناه السنة اللي فاتت تانية سنوي تعال نشوف الحاجات اللي تعتبر جديدة هنا بيقولك ايه ماشي يعني هما ما لهمش اي علاقة ببعض ما يحصلوش مع بعض ابدا ما يحصلوش مع بعض ابدا عشان كده الانترسكشن ما بينهم بكام بزيرو فاول ما يجي يقول ان فيه two events are match على طول الانترسكشن بزيرو طيب تانية حاجة لما يقولك ان الايه subset من البي subset يعني جزء فانا هنا بيقولك ان الايه جزء جوه البي طالما الايه بص كده المنظر ده ده معنا ان ايه الايه مثلا كبيرة كده والبي انا اسف جواها والبي برا كده فهنا الواضح ان الايه جوه البي وبالتالي يا جماعة بديهيات يعني يكون الانترسكشن ما بينهم هو الايه اللي جوه ويكون اليونيون هو البي الانترسكشن هو الصغير واليونيون هو الكبير طبعا لو انا بدلتلك قلتلك اللي البي هي اللي صبت من ايه العكس بقى هيبقى الانترسكشن الصغير الانترسكشن اللي هو البي واليونيون هو الايه ماشي قابلين كلها عادية ركز في دي بقى كويس قوي بيقولك تو independent events independent يعني معتمدين على بعض تمام؟ يعني غير مواطمدين على بعض يعني ايه غير مواطمدين على بعض يعني احتمال حدوث الايه مع البي اااا يعني احتمال ان انا انجح. والبي دي احتمال ان واحد تاني ينجح. طب انا ما نيومالو? احتمال ان انا انجح او ما انجحش? ده مالوش علاقة بهو انجح او ما انجحش. كل ده برضو ما يخصكش. خلينا في موضوعنا. لما اجي اقول لك ان هما بتعرف على طول ان هو عبارة عن البي مالتبلاي البي او بي. ثانية واحدة كده. طب افرض اهو بيقولك اثبت ان هما اثبت حاجة زي كده? اثبت ان الانترسكشن ايكوال المالتبليكيشن ما بين البي او بي. يعني هجيبي البي او بي لوحدها. اللي هي دي. واسميها اي. واجيب ده. واسميه دبل اي. يطلعوا قد بعض بالصدفة. يبقى هما الاثنين اندبندنت. ده لهو عايز يثبت. طب لو هو قالك ان هما اندبندنت. يبقى انا خلاص عرفت ان الاثنين دول قد بعض. او 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 او. اول ما اشوف كلمة اندبندنت ايبنت. يبقى عرفت على طول ان الانترسكشن ايكوال بي او بي او بي. طب هو. ده لهو لك اثبت ان هما ديبندنت. العكس. طب ازاي اثبت ان هما ديبندنت. اثبت ان الانترسكشن نوت ايكوال. المالتبليكيشن بتاعه. الماشي. بص بقى سيدي. اول درس اصلا. اسمه ايه. كونديشنال بروبابالي. يعني ايه كونديشنال? اا شرطي. يعني ايه بقى بص ايه. حد فيه كده تحت. نشرح. بص بتكتب ازاي بي اوف ايه. الشرطة كده بي. ده معناه البروباباليدي اوف ايه. يعني احتمال ان الايه تحصل بشرط. بشرط. لازم البي تكون حصلة اصلا. استنى كده بس عشان انا مش فاهم يعني ايه بشرط. طب ما تقول لي. ممكن واحد يفكر يقولك ايه. طب ما انت كده عايز الايه? والبي يحصله. ما كأنها قاند. لا 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 خالص انت فاهم غلط. انا بقولك هاتلي احتمال حدوث الايه? لو البي اساسا حصلة. وده حاجة انت ما تفهمهاش وما خدتهاش قبل كده ولا السنة اللي فاتت ولا في اعدادي ولا تتخيلها. فانت تفهم انك دلوقتي بتدخل في دماغك جديد. اسمه ايه بقى? بربابالة دي. احتمال ان الايه تحصل? بشرط ان البي اساسا حصلة بالفعل. ماشي. طبعا دي ليه قانون. بالمناسبة يا جماعة لو انا كلامي مش واضح انا بأكد تاني. كل اللي انا بفاهمه لك ده ممكن يكون مش مفيد بالنسبة لك. يعني انت ممكن اصلا تسكيب اول عشر دقيق دول بتوع الشرح. وتخش على المسائل على طول. لان هي في الاخر قوانين وشكرك. انما انا بس بخليك تبقى فاهم الموضوع مش اكدر. لكن هو مش هافر المعنى قوي. هو في الاول واخر القانون. تعويض مباشر. ماشي. القانون بيقولك الانترسكشن على البربابيليتي اوف بي. الحاجة اللي انت عايز شرطها. طبعا كتب لك هنا نوت. ان لو انا قلت لك ايه بشرط البي داش. ايه ده? اهو انا. يا ابني لاتك وانا حاويس الرموض. هو انا انا بقولك ايه بشرط البي. انا بقولك ايه بشرط بي داش. فبدل بص كده بص على القانون الاولاني. القانون الاولاني خالص. اللي هو ايه شرط البي اهو. حطيت هنا ايه وحطيت هنا بي. وحطيت بتحت بي. طب لما انا قلت لك بص بقى التاني النوت دي. لما قلت ايه وبي داش. هتحط هنا ايه. وهنا بي داش. وهنا بي داش. فهتبقى دي ايه انترسكت بي داش. ايه انترسكت بي داش. بص كده على رقم سبعة. هي دي ايه انترسكت بي داش. اللي هي رقم اربعة. سههم معوق بالقانون ده. طب. والبي داش. بص كده على رقم 3 3 بتقول لك P of A dash بتساوي 1 minus P of B P of A ناسم طب ما هنا انت بتقول لي P of B dash ما هي 1 minus P of B اخر حاجة عايز افكرك بيها ان الانت معناها multiply والأور معناها plus ده في حالة ان هم يكونوا independent تعال بقى نشوف المسائل يقول لك irregular doy زهرة تمام ايه ده زهرة اترامت مرة واحدة الحمد لله ان هي مرة واحدة ده الحمد لله جدا ونشوف يعني لو مرتين بتبقى كارسة بيقول لك هات لإحتمال ان يظهر رقم اتنين نوندت استنى ده معناها ايه بقى بشرط اه ما انا مش لازم اجا اقول لك بشرط طب يا ابني ما اديك القانون واحل هنا خلاص انا مش فاهم ما هو مش هيعمل كده هو اللي هيحصل ايه اشتقاوة في الحتة دي بقى هتلي احتمال ظهور الرقم اتنين واعرف ان الرقم اللي هيظهر even يعني كانت بيقول لك ايه بشرط ان يكون الرقم ايه even فتعال احنا بقى ايه نسميها بص كده هعمل ايه هعتبر دي ايه يبقى الايه ده هو ان الرقم اتنين هو اللي يظهر و even هعتبر انها بي يبقى الـ الروبابيلة اللي انا احسف the event b هو the event بتاع ظهور الرقم يكون even انا مش فاهم قوي طب بص كده صلى عندي simple space هنا simple space اللي هو جميع الاحتمالات هو عبارة عن ايه انت بترمي ضعي ضعي يا one يا two يا three يا four five six بديهية كل الاحتمالاتها ايه اوكي انت بقى دلوقت ايه عايز probability of a بشرط b اه 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 تعالي نتكلم بالعرض بس عشان ما اتلعبطش يلا عايز احتمال ايه اللي انا اعتبرتها ظهور رقم اتنين اه ما هو قالك انا عايز احتمال ظهور رقم اتنين بشرط بشرط ايه بقى ان يكون العدد even number طيب ما انا مسامي البي هي ال even تعالى بقى نعوض في القانون القانون بيقولك ايه هي p of the intersection ما بينهم على p بتاعت الشرط اللي هو p اوكي تعالى بقى نجيب واحدة واحدة بعدين نعوض في القانون تعالى تحت كده ركز معي اعيز الاول اعيز الاول اعيز الاول اجيب p of a intersect b صلى على النبي بقى p of a intersect b يعني الا حصل والب كمان حصل الا ده اللي هو يظهر رقم اتنين والب ده and اللي هو يظهر رقم even يلا انتو عارفين يا جماعة من الاحتمال هتحط فوق عدد اللي انت بتسأل عنه وهتحط تحت عدد جميع الاحتمالات اللي هو 6 مهم كلهم 6 طيب يبقى انا هحط فوق عدد الحاجة اللي انا بتكلم عنها انا بتكلم دلوقتي عن ايه يا بابا عن الاول بي مع بعض يعني عايزوا يكون رقم اتنين وفي نفس الوقت even بص كده اسمبل اسبس دي فيها كام رقم هو رقم اتنين و even انا عارف شكل عظيم هو بس بس انا بتكلم يعني بالمنطق رقم اتنين وفي نفس الوقت even اللي هو رقم اتنين بس لو احد بغاب يكتب هنا اتنين يا جماعة لا انت بتكتب عددهم اللي هو يبقى كده probability of the intersection became one ماشي عايزين ما انجيب P ارجع كده للمسألة نفسها انت كنت تكتب ان البي دي ان الرقم يكون ايه even اعمل هنا فوق النوميراتور هو عبارة عن ايه هو عدد الحاجة اللي انت بتدور عليها من اصل الديناميناتور عددهم كام مما كلهم ستة طب يلا تعال نبص على السامبل سبيس فوق هنا هو يلا فيه كام واحد even اعده ادي 2 يعني واحد 4 2 6 كمان even يبقى ثلاثة يبقى بصة بقى نكتب ايه ثلاثة من اصل كام رقم اساسا 6 خلاص تعال بقى نرجع للمسألتنا انا كده خلاص جبت ليه جبت ليه مش انت عايز الايه بشرط البي اوكي الانترسكشن 1 divided 6 و P of B 3 divided 6 هحسيبها على الكالكليتور هتطلع كام 1 over 3 وهتبقى هي دي الاجابة تعال نشوف اللي بعدها اللي بعدها دي شكلها قوانين بشكل بحث يعني بيقول لك ايه AOPR2 events at a simple space where P of A لا تعال بقى نكتب الحاجات دي عشان اصلا الخطة صغيرة عندك ممكن تكون مش شايفة P of A 0.45 5 اوكي وال P of B اهي بO point 6 ماشي شكرا يا سيدي على المعلومات بص بقى الحتة الغريبة دي بيقول لك ان P of B بشرط A بO point 8 هو اللي احنا متعودين عليه ان هو بيطلب الاحتمال الشرطي بقى لا هو هنا بديهولك بيقول لك ايه بقى فايند A و B و C و D ثانية واحدة بقى الاول يا جماعة انا لازم استغل اللي هوم الدهولي ده دي ال P of A اوكي ال P of B اوكي انما الاحتمال ده لازم انا استغله بما ان انا عارف ان P of B بشرط القانون بتاعها عبارة عن ايه P of الانترسكشن طبعا مش فرقة ايه انترسكت بي ولا بيه انترسكت ايه ده ال P of التانية اللي هي الايه تعال انا عوض عن الحاجات اللي معانا اوكي يلا ده بكام هو مدهولك 0.8 ده الانترسكشن لا مش معاني لازم ان شاء الله هنجيبه دلوقتي طب ال P of A بكام هو مدهولك ب 0.45 45 يبقى خلاص هنعوض ب 0.45 هيبقى من السهلة جدا ان انا اعرف ان P of A انترسكت ال P بكام 0.8 ملتبلاي 0.45 هتطلع 0.36 خليدي ايبقى معاك كده احنا عارفنا حاجة برقم A بقى لك عايز ال P of A انترسكت بي ياه غصبن عني اصلا وانا والله يا ابني نيتي ان انا استغل اللي معايا لقيت نفس جبت الانترسكشن ب 0.36 اوكي شكرا تعال بقى نشوف بي بقى لك عايز ال P of A يونيوم بي طب ما ده قانون بال P of A plus P of B minus الانترسكشن قانون عادي جده انا انا حافظوها تعويض مباشر يلا نعط ال P of A معايا ب 0.45 plus P of B ب 0.6 minus الانترسكشن الحمدلله انا جايبه ب 0.36 اوه محاسب ده كله على الكالكولياتور عادي جدا يطلع 0.69 شكرا جدا يلا نشوف C C بيقول لك ايه انا عايز ال P of A بشرط ال B خب بالك من حتة ريه هو مديك ال B بشرط ال A طالب ال A بشرط ال B دي حاجة تانية خالص طب برضو ده قانون تعويض مباشر هو ال P of الانترسكشن ببين ال A وال B على ال P of التانية اللي هي ايه التانية بي حلو جدا يلا ال P of A انترسكت بي ب 0.36 طب ال P of B هو مديهاني اساسا ب 0.6 تعويض عادي جدا اوه محاسب ديه على الكالكولياتور فتطلع 0.6 وطلع 0.6 يلا نكمل D خب بالك بعمل ديه عشان حلوة المسألة ديه جندة جدا بصدق عايز ال P of B داش بشرط ال A عوض في القانون العادي ال P وفي الانترسكشن ما بين الاثنين على ال P of التانية الاثنين اللي هم ايه بي داش و ايه والتانية اللي هي ايه طيب وبعدين بص بق ال P of B داش انترسكت ايه مش ديه معناها بي داش يعني ال P ما حصلتش وال ايه حصلت يعني A minus B ودي ليه قانونها P of A minus الانترسكشن اه 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 بي ما حصلتش وال ايه حصلت وال P ما حصلتش هي هي يعني A minus B قانون الانانية او وط اللي هو رقم ثلاثة في القوانين افتح الشيت بص فيه تمام على ال P of A لا داعتي يلا نعود ال P of A معايا بكام 0.45 minus الانترسكشن 0.36 على ال P of A اللي هي 0.45 هم حاسب دي هتطلع 0.2 2 حلوة اول مسألة دي تعال نشوف اللي بعدها بص كده بيقول لك ايه آآ مديني جدول وبيقول لك آآ في مان مان وومن آآ اعمل كده بس عشان يبقى دي في ناس سواء مان او وومن هيبقى لابس نظارة يعني بصوا بالنسبة للأول للصف الاول ده اللي هو المان في تمنمية لابسين نظارة ستمية مش لابسين ده بالنسبة للرجالة طب الستات في ربعمية لابسين نظارة ومتين مش لابسين نظارة انا عايزك تفهم حاجة في المسألة دي بقى بابا ايه هي ان انا لما هاجي قسم رجالة مثلا وستات بعدين اقسم تاني لابس نظارة ومش لابس نظارة يبقى انت كده بتكلمني عن احتمال شرطي تعال نشوف كده وطالة بيوم هفاهمك حالة اللي انا قلته عشان انا نفسي مش فهم بيقولك ايه ده ايه ده ومن اه ومن دي بقى تبقى هي دي الايه weird glasses يبقى هي دي البي ازاي هقولك انا كده عايز احتمال انها تكون ست لابس نظارة اتعارف ده معنى ايه؟ معنى ان انا بشترط عليك انا كده اطالب منك البروباباليت او ايه بشرط البي ازاي؟ معنى لما اجا اقولك قل احتمال ان اختار ست لابس نظارة ما هي هي لما اجا اقولك احتمال ان اختار ست بشرط تكون لابس نظارة هو ايه الفرق يعني؟ ما هي انت مش واخد بالك ان دي تصنفها فئة داخل فئة ست والستات نوعين لابسين ومش لابسين نظارة هل راح نعملين ايه؟ انا عايز بقى تكون الست دي لابس نظارة فبقى انا بشترط عليك عايز اختار ست وفي نفس الوقت تكون للأسف لابس نظارة طبعا للأسف لان ده احتمال شرطي سخيف لكن خلاص طالما احنا فهمنا كده الجاي ده قانون ونرزع يلا بي اف ايه بشارط البي قانون كان بيقولك البي اوف الانترسكشن ما بين الاثنين عالبي اوف التانية يعني ما بين الاي والبي عالبي اوف التانية اللي هي البي تعال تحت زي اول مسألة خلاص لو تفتكت تعال ايه؟ اعمل كده برضو تعال نجيب الاول البي اوف اي انترسكت بي اللي هو النومريتور تعال هنا نجيب البي اوف بي اللي هو يديني منك بي اوف ايه؟ واحنا قلنا الايه دي؟ انها تكون ومن بي يعني ويرنج جلاسيز والانترسكت معناها اند طب هلا نشوف بقى ومن اند ويرنج جلاسيز طب تعال كده نشوف في كام؟ بص احنا انا بس هايزة احددلك على حاجة بص فوق في المسألة الايه نكون ومن بس البي نكون ويرنج جلاسيز بس الحتة ليه مهمة اوي هتفهمها كمان شوية يلا بقى نشوف احتمال انها هتكون ايه وبي في نفس الوقت ايه يعني ومن وبي في نفس الوقت يعني تعال باللون اللي اخدر ده نقفش ده هي نقفش ده الربعمية دول ومن وفي نفس الوقت لابسين نظار يلا يبقى 400 ده عدد اللي انا بادور عليه divided العدد الكلي طب هما كلهم كانت 800 و600 دول الرجالة وربعمية ومتين دول الستات يعني هما كلهم 2000 شخص بختار ما بينهم ربعمية على 2000 ممكن اعملها على الكالكوليتور وتطلع 1 over 5 اوكي تعال بقى نجيب البي اوف بي كابتن البي دي انها هتكون ايه wearing glasses ماليش دعوة بقى راجل ولا ست تعال نشوف بص كده في الجدول على الصف انا عايزة في العمود الاولاني تعال بقى باللون انا اختار لك لون طب ما تتخيلوش اصفر مش عارف ليه ما تتخيلوش مع انه عادي يعني بس ماشي بص على العمود الاولاني ده اهو في العمود ده كل شايف العمود انا بحاول اش اغضط على عشان يباني فيه 800 و400 يعني 1000 ومتين يبقى فيه كام واحد لابس نظار 1000 ومتين من اصل قلنا ان كلهم 1000 احسب دي عادي عالتالك نتر وتطلع 3 over 5 حلوة كابتن عوض عادي جدا في القانون الانترسكشن لسه جايبينها ب 1 over 5 والبي او بي لسه جايبينها ب 3 over 5 هيطلع 1 over 3 تعال اي حاجة تعال نشوف اللي بعده اباك شنطة فيها انا عارف ان الخطة صغيرة فانا هكتب كل حاجة عشرة يعني ايه؟ اه وايد عشرة كور وايد وخمستاشر رد استانى بس ولا فيه تاني؟ لا بس تعال بقى نعمل كده ايه؟ نرسم الرسم عشان اتخيلها اهو اسم هنا فيه شنطة الشنطة فيها 10 رد و 15 لا انا اسف العكس 10 ويت و 15 بول رد اوكي؟ عايز ان ايبا بيقولك ان 2 بول كورتين اخترتوهم بشكل عشوائي اكيد اوكي ايه اللي حصل؟ انا بس عايز اعرف دلوقتي بقى عشان الحيطة ليه مهمة قوي وانا بيركزة كده في مسألة الكور ركز في مسألة الكور اللي انت بتختارها من الشنطة في احتمالين للمسألة دي يكون with replacement يكون without 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 replacement الفرق ما بين with و without replacement لو انت with replacement يعني هتاخد كورة وترجعها تاني دي ما فيهش مشكلة لو انا معايا 25 كورة زي هنا بالظبط هختار اول مرة كورة بعد كده المرة التاني هيبقى فيه كم كورة؟ 25 عارف ليه؟ عشان الكورة اللي انت خدتها رجعتها تاني انما لو هو without replacement يعني الكورة اللي انت هتاخدها للأسف مش هترجعها تاني فلو انا معايا 10 كورة بيضة و 15 كورة حمراء يبقى انا معايا 25 كورة اختارت كورة بيضة فاول مرة يبقى في تاني مرة ما بقوش 10 كور بيضة بقوا بس كام بقوا بس كام 9 كورة وما بقوش 25 كورة انت يا ابني ناس ان فيه واحدة انت خدتها قلص ب 24 كورة بس عشان كده انا مهتم جدا نعرف هو with replacement ولا without replacement فهاقرأينا المسألة قال لي ايه؟ without replacement طب الحمد لله عشان دي المسألة الأصعب عشان نتعلمها without replacement يعني اللي انت هتاخده مش هترجعه تاني اوكي what is the probability of the two poles are white هاهاها هاها انت جاي تهزر معي المسألة دي لعبتي هقولك ليه بقى تعالي نشوف هحلها ازاي اعملت two fractions بينهم multiply الفراكشن بتاع كل واحدة لكل كورة هاختارها بينهم multiply لان القلاقة هنا and او انت هتختار كرة او كرة ولا هتختار كرة و كرة اختار كرة و كرة انا بقولك اختار كرة يبقى بينهم ايه multiply and عايزين بعد الوقت نشوف ايه الكرة الاولى صلى عنها الكرة الاولى عايزها white يبقى انا معي عشر كور من اصل كام كرة 25 25 كور اوكي تعال بقى نخش على الحالة التانية multiply انا عايز في الحالة التانية الكورة التانية انا بعد ما اخترت كورة الحمدلله طلع ببيضة عايز التانية كمان ايه white بيضة برده هنا بقى معي كام كورة بيضة تسعة بس لانه قالك without replacement لان انت انت دلوقتي الكورة اللي انت خدتها مرجعتهاش طب هو اول كورة اللي هي دي اول كورة انت خدتها كانت لونها ايه white يبقى باقي كام واحدة white 9 بس من اصل كام كورة طب هتنسى 24 ليه؟ ما انت يا ابني خدت واحدة ويت مش ويت مش فرقة هما كانوا 25 عشان بص كده بص حسن تقول لها رسمه كانوا 10 و 15 انت خدت واحدة فتبقى 24 بس خلاص خلصة هم عامل ده multiply ده تطلع كام تطلع 3 over 20 خلصة تعال نشوف اللي بعدها يلا يا سيدي بيقول لك يبقى 101 100 دارس بيتعلموا لغات في المعهد مش فرقة معايا الكلام ده عدد اللي بيدرسه انجليش 60 استنى بقى استنى 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 تعالى كده هنا هو لك حركة شائية اعتبر ان اللي بيدرس انجليش ده الايه؟ يبقى ال P of A بكام او بيقول لك في كام واحد بيدرس انجليش 60 وهم كلهم 100 يبقى 60 على 100 ده اعتمال الايه؟ اللي هو كام 0.6 هلو او الحدة ده صح؟ طيب خليني اكتبها تحتها لانا كام ال P of A 0.6 هلو او وبعدين بيقول لك ايبقى وعدد اللي بيتعلمه فرنش خمسين اعتبر الفرنش ده B يبقى ال P of B 50 over 100 اللي هم عددهم على عدد الكل يبقى 0.5 فائل اصحل الحتة ده ويحفظها انتبقى ان الايه هي اللي بيتعلم انجليش والB هي اللي بيتعلم فرنش طيب بقى كام بيقول لك ايبقى عدد اللي بيتعلم Puth Languages بيتعلم الاتنين يعني ايه بيتعلم الاتنين؟ يعني B وفي ايه؟ وفي نفس الوقت في نفس الوقت نفس الوقت يعني and B ب فهعمل وتطلع اه 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 بيدرس الاتنين يعني ده ده يبقى بينهم انترسيكت اوكي هاتلي بقى ايه؟ بيقولك انا اختار واحد بيتعلمش مشكلة اه 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 هاتلي يبقى هم تلات مرطبات تعالى نحلها هنعمل كده تقسيمات غريبة والله العظيمة مش عارف اللي انا بقى انجلي بيقولك هاتلي احتمال ان اللي انا اختاره يكون بيدرس اول مرة بيقولك يدرس ايه؟ language at least مادة على الاقل يعني ايه مادة على الاقل؟ يعني عايز احتمال انه يكون بيدرس يا الانجليش يا الفرنش يا ده يا ده يعني بينهم or شوف يا كابتن انا هقول or انما هكتبها union اه ده او ده معناها union كب بالك انا عرفت انه هو هنا عايز or هنا ما انا بقولك language at least حبيبي ترجمها كده حتى انت بالعربي مادة على الاقل طالما انت عايز مادة على الاقل على الاقل مادة واحدة يعني ده او ده ماشي خلاص يلط طبق القانون هتبقى p of a plus p of b minus intersection ما اسف اني مصغر خطي بس يعني عادي p of a بكام معايا ال pi of p Country معايا specific الحمدلله كل حاجة معايا زال كل تطبع بالاخير لا سبحان ah عايز ان يكون بيدرس انجليش إف هي او شي يعني طبعا عايز احتمال ان يكون بيدرس انجليش إف اصحى بقى للحتة دي إف يعني انا بشترط عليك بقولك ايه بقى عايز يكون بيدرس انجليش بشرط يكون بيدرس اصلا فرنش اه هي عند احتمل شرطي نتهي دعبو ما انا بهالي سوطي لايه؟ ما غ vouch عادي يعني بي اوف ايه اللي هو الانجليش بشرط ال بي اللي هو الفرنش عادي ايه انت تجيت في جميعين معامل قانون عادي ايبو مشكلة هيبقى ال phi الانترسكشن ما بين الاثنين اللي هو ايه screamed big على ال phi ال P اسحى للكلام وشكرا شكرا طبعا الانترسكشن معايا بكام ب والkasih انترسكشن بالاJesus ستطلع وفوينت سيبت كي خلت بالك تطلع وانا بنقلها اصلا بالكتاب عدي جدا يعني انا اللي بحسبها ماشي السي بيقولك عايز احتمال انه يكون بيادرس فرنش او هي ايه يعني مش فهم طب بتحور طب ما هي هي بي لا في بي انا كنت عايز يكون احتمال انه يكون بيادرس انجلش بشارط بشارط انه يكون بيادرس فرنش انما في سي العكس احتمال انه يكون بيادرس فرنش بشارط انه يكون بيادرس انجلش هتقول لي هي هتفرق اه لو انت كنت مركز او تفرجت على الفيديو من قوله انا لسه قايل ان دي غير دي يعني انا بحاجز العكس عكس البي عايز البروباباليتي ربنا انا بحاجز البروباباليتي بي بشارط الايه بص القانون بيقولك ايه القانون بيقولك البي 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 التانية يبقى هنا بي انترسكت ايه وبالمناسبة زي ما قلنا قبل كده بي انترسكت ايه هي هيها ايه انترسكت بي اوكي على البي اوف التانية اللي هي الايه البي بقلبي يلا الانترسكتشن بي كام ب او بوينت تيرتي فايد الايه بكام ب او بوينت سيكس انا تاني وانا اصلا بنقلها ماشي خلاص او بوينت فايف ايت تري شكرا تعال نشوف اللي بعده بيقولك what what is the probability of اوه دا كده دخلتني في حتة تانية بقى هنا ايه اللي حصل يا جماعة بيقولك هيد and number 5 طب انا 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 مش فاهم حاجة وايه التجربة اللي انت هتعملها اهو قالك ايه بقى توستن a coin once then die يعني ايه انا مش فاهم الكون دا اللي هو الكون الجنيه او اي عملة معدنية يعني بيقى في حاجة اسمها هيد وتيل ملك او كتابة اوكي بعد مرامة كوين امترامي داي ايه داي دي يا جماعة الزهرة دي خد نعمل شوية بص بقى يا سيدي هنعمل ايه في المسألة او في النوع اللي زي ده من المسائل خصوصا لو كان صعب احنا هنعمل coordinates انا عارف ان الكلام تحسه كبير coordinates ايه ال coordinates يعمل على coordinates بلا بتاع ايه فهم بس هترسب خطين كده خلاص الخط horizontal ده اللي هو الاولين اللي هو يعتبر بيمثل X والتاني بيمثل Y ومش فارقة برضو هتحط عليه ايه الرمية الاولى ليه احتمالين ايه الرمية الاولى دي؟ انت رمية الاول كوين الكون ده ليه احتمالين يهد يتيل تهمتها بابا؟ ماشي والY هتحط عليه الرمية التانية اللي هو هدو تيلبر؟ لا ده نانيت كوين يهبص بقى بالست احتمالات loosely ايه ايه احنا كده احنا كده عارف انت بقى الانترسيكشنز اللي هو ده وده الانترسيكشنز دول هم دول الاتناشر احتمال بتوع التجربة اللي احنا بيعملها دلوقتي الاتناشر احتمال هي اول رامية ليها احتمالين وتاني رامية ليها ستة احتمالات فالرامية الاولانية اللي ليها احتمالين كل واحدة منهم بتقابلها ستة. فيبقى تنين في ستة. يعني 12. فيه 12 احتمال. اوكي تجا ارغم لك برضو بالمرة لو انت مش عارف الكلام ده. يلا. اول احتمال ان الاولة تبقى هيد والتانية 1. هيد والتانية 2. هيد والتانية 3. هيد والتالتة. هيد والتانية 4. هيد و 5. هيد و 6. دول ستة احتمالات. الستة تانين تيل و 1. تيل و 2. تيل و 3. تيل و 4. هكذا. طيب. انت عايز يبقى انا مش فاهم. انا حسس مسألة سهلة اصلا. انا مش حسس انا عارف الصراحة بس يلا. بيقول لك هاتلي احتمال ظهور هيد and number 5. يعني هيد و 5. كده بس كده. بتحذروا الليه. اه بس مسألة خذ. استنى انا هجاب. الاحتمال اللي انت عايز. هحط فوق عدد اللي انت بتسأل عنه او عدد الاحتمال بتاعك. وحط تحت عدد كل الاحتمالات. اللي هم اتناشر. هم اتناشر احتمال. هلسأ الي? طيب. انت بتسأل عن ايه? احتمال ان الاولى تكون هيد والتانية 5. دور كده يا بابا في الاتناشر بتوعك دول اللي هم هنا هو. الاتناشر دول. هيد. يبقى هبص في الصف ده. وفايف. يبقى هبص. انا قاسف هبص في العمود ده وهبص الصف ده. يعني هي دي. بوزها خالص. يعني انا مش عالف اصلا بقولي بصراحة. ما هو هيد و 5 ما فيش غير واحدة بس هي اللي هيد و 5. ما هو استوى يا هيد يا فايف يا هيد يا فور يا هيد يا سري يا هيد. فيش غير واحدة بس. هيد و 5. يبقى وان. ايه ده بس كده? بس كده. بوس كده يا سيدي. ب unas الإيصال. في ش Мы 윤 의 أزل كدها؟ بس كدها ده ا LO anime كدها؟ سيدي Catalunya!! عندما تع думar فلما numero الان انه Çفها0.5. こد نظر. بس كدها ٩ وان ماشي والP of A يونيون بي بأو بوينت ايت طيب عايز انت ايه بقى بعد التمتيني كل حاجة أصدق بيقول لك explain يعني وضح if A and B are two independent events هل يعني بيقول لك اللي اسألك هل هما independent ولا لا بص حبيب قلبي اقسم الصفحة رصية تعال في الناحية الشمالي نجيب P of A intersect B ونشوف هتطلع بكام وفي الناحية اللي يمين نجيب P of A multiply P of B اه ما انا فكرك انت عارف انت عارف انت لو طلعت الانترسكشن equal الملتبليكيشن ما بين P of A والP of B ده معانا ان هما independent اه ده هما لو independent كنت انا هيقول ده ناسعب بها بعمل كده يقول لك ان هما independent ويسألك عن الانترسكشن ومعايا P of A ومعايا P of B اه اعملهم ملتبلاي باط تجيب الانترسكشن هما هما انتبندنت او لا لا يبقى نتشك بقى تعال نجيب الاول ال P of A intersect القانون بيقول لك ايه ال P of A نجيب ايه ال P of A ملتبلاي P of B واحد يقول لك ايه القانون بتاعها تحب نعبيته او لا لا عايز ال P of A ملتبلاي P of B ال P of A بكام ب 0.5 ملتبلاي P of B بكام ب 0.6 همعملهم ملتبلاي بعد هتطلع 0. 3 طالما الاثنين دول قد بعض يبقى هما فعلا ايه independent events لو ما ترقوش قد بعض طبعا هتقول ان هما dependent او not independent نشوف بقى اللى بعضية بيقول لك أمان عمش فاهم يعني تدخلتني في تفاصيل بقى واحد ومراته ايه اللي اعرف ده عم بص انا مش هعرى اصل مسألة انا هاخد بالي من الارقام او البروباباليتي احتمال ان الراجل يعيش اكتر من 20 سنة بـ 0.2 فنقوم احنا طبعا هنسمي دي مثلا زي ما عملنا في مسألة من شوية يبقى الـ P of A 0.2 واحتمال ان امراته تعيش اكتر من 20 سنة يبقى P of B 0.3 انت كده قلت لي احتمال الراجل واحتمال ايه ان الراجل يعيش اكتر من 20 سنة واحتمال ان الست تعيش اكتر من 20 سنة هتقول لي ماشي وبعدين يعني اصبر واسمع الحتة دي كويس اوي 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 ركز تاني كده هو لعادي ان انت بتقول لي مسألة واحد ومراته احتمال ان الراجل يعيش اكتر من 20 سنة برقم واحتمال ان الستة يعيش اكتر من 20 سنة برقم بس هل انت يا كابتل خدت بالك ان الاول مرة لأول مرة يبديك معلومتين بس انت خدت بالك من المسألة اللي قبلها كان بديه تلاتة واللي حلناهم قبل كده برضو بيديك كم حاجة تلاتة اتنين مش كفاية بالمناسبة هو مدكش اتنين بس اقول لك انا بقى ليه هو كل الراجل يعيش اكتر من 20 سنة او الست يعيش اكتر من 20 سنة بغض النظر بقى عن الست لو عايش هتقرف الراجل فيموتوا الكلام اللي مالوش معنا ده يعني الرياضية من اخر مش فعليا هل عمر الست يأثر على عمر الراجل او العكس يعني هل هم dependent ولا independent ده سؤال المهم بعض والله اللي انا شايفه ان دي حاجة بتاعت ربنا يعني يعني ده يعيش يموت ملاش الوقت يعني انت ممكن تكون فاكر انه هو لو مراته ماتت فده ممكن يأثر في عمره اكيد لا يعني خلاص احنا بنعتبر ان الموضوع منطقي بحت فالطبيعي هنا ان هم الاثنين independent ليه انا مليش دعا بقى ده يموت ده ما يموتش انا مالي انت فاهم اللي انا بقصده هم مش معتمدين على بعض هم مش معتمدين على بعض وبالتالي انا بقول كل ده ليه طالما هم independent ده معنا ايه بقى ان ال P of A intersect B equal ال P of A multiply P of B ليه عشان هم independent هتقول لي بس انا مش شايفة مستر نور في المسألة قال ان هم independent انت خالص يعني حبيب قال بقى مش لازم يقول لك هو انا مش بناء ادم اجد عنه ما انا لازم افكر منطقي انت دلوقتي بتقول لي راجل وامراته اكيد انت مش بتحكي لي قصة واحد ودخلتني في حياتهم الزوجية اكيد انت بحكيتيش كل القصة دي عشان مجرد ان انا عرف ايه انه هو هيقش عبطة المنشينسة ما يموت ولا يتحيلي انا مالي اكيد هو بيحكي لك كل القصة دي عشان تخمن انت بفهمك ان هم two events independent وبالتالي تعالا بقى نعود نجيب ال intersection P of A هي P of B هي P of B هي 0.2 multiply 0.3 هتطلع 0.06 هلو اوي كده كده انا معاه كل ال givens اللي ممكن استخدمها هو طالب ثلاث مطلوبات اول مرة بيقول لك تعالا نقسم الصفحة الاسمة بتاعك من دمان هاش لازمة دي بده يقدني اوي بيقول لك demand and is why will demand هاتلي احتمال من الراجل and and يعني intersect is why will leave her مش خلاص يبقى انت عايز ال P of A intersect ال P اهو دي حبيب القانون ان هو ال P of A plus P of B minus union هيطلع اهو بقى معايا ال P of B معايا ال P of B هتحسبك الاخر هتطلع 10 هتطلع كمية هتطلع كمية هتطلع كمية هتطلع كمية يلا تفتكروا هجيبها منين بـ 0.06 ياه هرفت منين؟ ما انا جيبتها ازاي؟ ما انا جايبها اصلا ما اناعيلك ان هما اندبندنت فا روحت انا حاسبها اي شاء صلاه بentes ما انا طالب يقولك انا انا رأيز الان ago انا رأينا نج Brilliant نفاق عنها يوم بس حيث هنا قانون بي اوب اي بي اوب بي مينس الانترسكشن والحمد لله التلاتة معي فهقوم معه ببي اوب اوب بي اوب بي اوب بي اوب تطلع احسابها انت في الاخر تطلع او بوينت فورتي فور. هلو او بي. طبعا يا جماعة هو المسألة دي تعويض مباشر بس اللقطة فيها ان هو كاتب كلام يا فيها حاجتين صعبتين. اول حاجة ان انت تعرف ان هو ما اندبندنت من نفسك فتجيب الانترسكشن عن طريق انت تعمل بي اوب اي ملتبلاي بي اوب بي. تاني فانت ترجمه ببروباباليتي. اوكي. رقم سي بقى بيقولك ايه? انا عايز only one of them. هي الحتة ليه جديدة. ما شفناش احنا قبل كده وحتى انا مش كتبها في القوانين. لانها مش قانوني قوي على قد ما هي حاجة فيها في قد. only one of them. يعني يا ده يا ده. استنى كده. ايه الفرق ما بين دي واللي قبلها? ما اللي قبلها ده او ده. او. بس اللي قبلها ما كانش فيها كلمة only. only دي معناها واحد منهم بس. استنى كده. انا عقولك حاجة. بص كده انا حيتسي. البي اوب ايه? يونيون بي. هل ده المطلوب? لا. ليه? بي اوب ايه يونيون سي يونيون بي العاسف. ده معناه ان الايه حصل او البي حصل. بس ما فيش مشكلة لو كانوا الاتنين حصلوا مع بعض. وده اللي انا مش عايزوا في المطلوب ده. اه 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 اه. يعني بي قالك واحد منهم على الاقل يحصل. هل لو الاتنين حصلوا كان هيبقى عنده مشكلة? لا. في السي اللي انا كابه ده معناه ان واحد منهم او الاتنين حصلوا. فيش مشكلة. انما انا في السي بقى عندي مشكلة ان اقلت لك ايه? only. فهتقوم وعمل حركة حلوة. شايف انت دي? سيبها. واعملها مينس ان الاتنين يحصلوا مع بعض. اللي هو الانترسكشن. اه. يبقى انا كده عملت ايه? احتمال ان واحد منهم يحصل. بس انا عارف ان الحتة دي جواها جزء في الاتنين ممكن يحصلوا. طب ما نشيله. نعمل مينس الانترسكشن. مينس الانترسكشن انترسكشن معناه ان الاتنين حصلوا وامتانا شايلوا. بس. هعمل يعني او بوينت فورتي فور اللي سيجابها مينس او بوينت او سيكس هتطلع او بوينت تيرتي ايت. كده انا هندلتو الموضوع. يلا نشوف اللي بعدها. بص كده. الحقيق النوع ده من المسائل انا بحبه قوي آآ بيقول لك شنطة فيها ست كورد كلو واربع ريت. انا بحب النوع ده جد من المسائل. هي الشنطة هم فيهم سيكس كلو وفور ريت طبعا ما فيش حد بشي خباله ان كده الشنطة دي فيها عشر كور انا ما بحبش احلها اصلا بالطرق بتاعتهم بتاعت الكتب بنحلها بطريق اس كبا كتير بس عايزة واحد للأسف فاهم يلا في ايه بيقولك طبعا هيختار ايه هيختار كم كرة زين هو فين اختار كرة واحدة زين اترنت باك انت عارف دي معناها ايه ان انا هختار كرة واقوم مرجعها تاني زي ما انا قلتلك من شوية في المسألة اللي شبه دي تانية تانية وذوت ربلاسمنت فاكدت اللي باخدها ما برجعهاش انما هنا تعتبر ايه هي مش تعتبر هي فعلا ويذ ربلاسمنت يعني الكرة اللي انت هتاخدها رجعها تاني ما فيش اي مشكلة وعلى فكرة دي تعتبر أسهل يلا سيدي أول مرطوب بيقول لك كيف The two poles are red طيب هنقوم معنين كده ها ماشي الكرة الأولانية red فيه كم واحدة red أهو أربعة من أصل كم كرة أساسا عشرة أوكي multiply فيه كم كرة red بقية استنى كده هوا إيه كم كرة red بقية هوا الكرة الأولى في المرة الأولى دي انت خدتها خالص ولا رجعتها قال لك أنت أنك هترجعها يبقى هنا عندنا four من أصل كم ten برضو عادي جدا عارف أنت لو كنت خدتها كانت تبقى c over nine لكن هم لسه four ولسه ten لأن انت بتاخدها بترجعها تاني ما فيش أي مشكلة فأقوم حاسب دي four over ten multiply four over ten هتطلع ترجعها تطلع ترجعها تطلع four over twenty five nine over twenty five four four over twenty five طيب بي بي بقى بيقول لك إيه the two poles are blue عايز اللي الاتنين يكونوا blue لجمعة طيب يالله نحل بسرعة بقى blue بي ستة blue يبقى six over ten ما ما كلهم ten six over ten إيه دا ليه ما انت بتاخدها ما بترجعهاش ما فيش أي مشكلة طيب هتبقى nine over twenty five تعال نشوف c عايز الاولى الاولى red يبقى four over ten and the second is blue والتانية blue يبقى six over ten ليه six عشان هو عادي همهما six أصلا بس لتن هنا بقى عشان انت ركعت الكرة اللي انت خدتها فهوما لسه عشرة زي ما كان بتعمل دا ما تطلع six over طيب تعال نشوف دي one pole عايز واحدة red والتانية blue يعني انت عملت ايه يا مش فاهم the first pole is red and the second is blue one pole is red اه لا استناني بقى استناني استناني سناني سناني بقى يقولك الدي بقى دي ركز فيها اولا ركز لي هنا one is red and the other is blue ما قالكش الاولى red والتانية blue هو عايز واحدة منهم red والتانية blue عارف دا معنا ايه؟ هقولك ان في هنا احتمالين وطالما احتمالين يعني دا يحصل او دا يحصل فانت لو خدت بالك على طول اول ما قولت احتمالين عارف ان ما بينهم اور ومتعامل بلس زي أنا كاتب نوت في الورقة بتاعت القوانين اللي في الشيت وقال لك إن إيه إن الان ده ملتبلاي والأور بلس شوف بقى الحطة اللي هتحصلت يا الأولى رد يعني فور أوفر تن والتانية خدت بالك ونقول و شاورت على الملتبلاي آه والتانية إيه بلو يبقى سيكس أوفر تن أو الأولى هي اللي بلو يبقى سيكس أوفر تن آند أو والتانية هي اللي رد كله فهي من الحطة ده يا جماعة تاني آه الفكرة كلها فكرة إيه انت ما قلت ليش عنهي فيهم الزرقة وعنهي الحمرة تقول تنها عايز واحدة كده وواحدة كده طالما عايز واحدة كده وواحدة كده ده ليه احتمال إيه إن تكون الأولى رد والتانية بلو أو أو دي معناها على طول بلس أو التانية هي اللي رد والأولى بلو بس هحسن ديها الكالكوليتور وتطلع 12 over 25 تعالى نشوف اللي بعدها عشان فيها فكرة جديدة حلوة انت خدتها في تانية سنة ولو انت سرق علم رياضة خدتها في الميكانيكس ولو انت قدر علم رياضة وعلوم ناسف في الميكانيكس وقادر بيخدتها في المال بيقولك ان الاس هي السامبل سباس وده عادي يعني ده ايه دي ما فعلش فكرة انا قاسف ايه ما اصدر واحدة تانية ماشي بيديك سامبل سباس 1 و 2 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ماشي بيقولك ان الاس هي 1 و 2 و 4 و 8 و البي اه هي 2 و 5 و 6 و 7 بيلك ار ايه اند بي اندبندنت افنس ولا لا طب انا هعرف منين هنقسم الصفحة رصين هنجيب البي اوف ايه انترسيكت البي وهنجيب البي اوف ايه ملتبلاي بي اوف بي طب واحدة واحدة بقى كده عشان اجيب البي اوف ايه انترسيكت البي لازم اجيب الاول ال ا اوف 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 ا طب انا عمل ايه يا جماعة انا ساب مكان كبير اهو مش مشكلة اهو 2 حلو اهو يبقى الانترسيكشن بكام 2 يبقى البي او ايه انترسيكت البي بكام او هتقول لي 2 او كذا لا اللي انت عايز وعدده كام هو واحد ما فيهاش غير 2 اصلا على العدد الكلي اللي هو بتاع السامبل سبيس اللي هو 80 يبقى كده البروباباليتي او الانترسيكشن 1 اوور 8 سنعامل ايه بعد الوقتي هنحاول نجيب البي او با ونجيب البي اوف بي ونقوم معاملينهم ملتيبلاي بعض ونشوف هايبقى 1 اوبر ايت ولا لا لو طلقت 1 اوور 8 تبقى اندبندنت لو ما تلقيتش هيبقى لا يلا طبعا جمعا السهل او ان انا اقولك ان البي او ايه عدل ايه فيها كام حطاها فوق وعد الاس فيها كام اللي هو ايت واحطها تحت طب الاي فيها وانو تو فوروا ايت مش مهم فيها ايه المهم فيها كام عدد ايه اربعة فتطلع هاو. ماشي. تعال نجيبي البي اوف بي عشان نضربهم بقى يلا. عدة 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 عدة. اللي بيها فيها كام فور على برضو فيها فور على ايه? هل هو عجل? لما اعمل بي اوف ايه? ملتبلاي بي اوف بي يعني فور اوفر ايت ملتبلاي فور اوفر ايت برضو. تطلع كام اه وان اوفر فور. يبقى هما كده اندبندنت? لا مش اندبندنت. ليه? لا ان الاندرسكشن بتاعهم. على فكرة هي باينة من مجرد النظر ان هما مش اندبندنت يعني فيهم حاجات مشتركة. اندبندنت يعني مش معتابدين على بعض ما ينفعش يبقى فيه رقم مشترك. اساسا. طيب او مش بالزبط اللي انا قلته يعني بس ما علينا. المهم ان انا اسبطله بالرول اللي هو عايزه ان هما مش اندبندنت. تعال نشوف اللي بعده. بص كده. اول مسألة طبعا نفس النوع اللي انا بحبه بتاعت الشنطة. اه المرة دي بقى فيها ايه? عشان انت فيها الكوار يعني. ده زي اللي فاتت بالزبط اللي انا لسه كنت حلالها. اه بس هنا بقى بيقول لك يا اختار كورتين. بعكس يعني بنفس الارقام اللي بتاعت المرة اللي فاتت بس سواء نعلك اوكي. تعال نحلها عادي جدا. المسألة دي بقت سهلة يعني. اول مسألة بيقول لك كان اول مطلوب بيقول لك كان عايزه من الاتنين. رد. صلى على النبي بقى كده. في كم واحدة رد? اربعة من اصل عشرة. ده بالنسبة للكورة الاولانية. التانية انت عايزها كمان رد? اه. بس خب بالك ان انت لما اخترت واحدة رد التانية. ما بقاش فاربعة رد. بقى في كام? تلاتة بس. وما بقوش كلهم عشرة. بقوا تسعة بس. لانك خط بالفعل واحدة في المرة الاولانية ما هو. هنا اقال لك ايه بقى? ويتطلع في الاخر كام? two over fifteen. هلو او. تعال نشوف اللي بعدها. بي بيقول لك. اه. عايز. اه. ده تو بوض بلو. طيب. نفس الكلام. هو في كام واحدة بلو. سيكس. ديفايد تاني. طيب. يلا. الرمية التانية في كام واحدة بلو. ايه. هتنسى انك واخد واحدة اصلا بلو. فيبقى لك خمسة. من اصل كام? تسعة بس. هتطلع. one over five. تعال نشوف ايه بقى? السي. السي بيقول لك ايه? عايز الاولى. الاولى رد والتانية بلو. طيب. يلا. الاولى رد فيه اربعة رد من اصل عشرة. ما فيش اي مشكلة. التانية بلو بقى دي. ليه? فيها كلام تاني. ليه? فيه كام واحدة بلو. طيب هتفتكر ان هم خمسة. تقول لي ما انا خدت واحدة وزاوة. طيب وانا ما خدتش واحدة زرقة يا جماعة. انا خدت واحدة رد. فمعايا كام واحدة بلو كده? سيكس عادي جدا. من اصل كام كورة. هادي بقى الفكرة. انك الاولى اللي انت خدتها سواء كترد او لا. انت خلتهم كام كورة بدل ما هم عشرة. بقى تسعة بس. بقى يبقى سيكس ديفايد من عين. هعملهم بعض هتطلع فور اوبر سفتين. يالا نكمل. مسائل التشوز ده يا جماعة خلي بالك عشان تبعي عارف. هي اهم مسائل واكتر مسائل بتيجي في الانتحان خصوصا في النظام الجديد اللي هو البوكليت. اا اول ما عملوا البوكليت. تبعت المسائل كلها معتمدة على الافكار شبيهة بالمسائل اللي في الانتشوز دي. يلا. يقولك if a and b are too independent. استنى 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 استنى. انا اول ما شفت كلمة فئيينبندسان دي. عرفت ان كده p fully intersecti. equal p plus a multiply p un of p. خلاص انا انا اول مكنطقي. تبعي ان انا وهما independent مش بتسأل. انت بتقول فابعة الانتريستشن بال وال 이번 our function my a and b. خلاص. قيل ان π وايين باو fe s be بأو بوينت سيكس عايز هو البي عايز هو البي او في اي يونيون بي عشان نجيب البي او في اي يونيون بي القانون بيقول لك بي اوف اي بلس بي اوف بي مينس الانترسكشن طب تعال نشوف كده ايه معايا وايه مش معايا البي اوف اي مده لك هو بأو بوينت سيكس وفلك البي اوف بي مده لك بأو بوينت سيكس مينوس الانترسكشن الحياة مش معايا بس انا عارف انا طال妹 هما انديبندنت ميندينت متروسكشن ارلان او بقى محاسب ده كله عالكالك ví او بوينت سيكس مينس او بوينت مولتي بوينت سيكس vale ستطلع 0.68 يبقى الإجابة هي الاختيار رقم C حلوة تعالى نشوف الثانية بيقولك يبقى برضو الانترسكشن هبارة P of A بيقولك تجد P of A منس البي تم ديلي اقنوا بالP of A منس الانترسكشن حلوة الP of A معي بكام هو مدهلك 0.25 منس الانترسكشن الحقيقة مش معي بس طالما انت اقيل ان هي اعتبره معي ليه؟ لان انا عارف ان الانترسكشن مبارا عن الP of A اللي هي ملتبلاي الP of B اللي هو مدهلك عمل حسابه هو 0.4 هوا بحسب داعي وتطلع 0.15 يبقى الإجابة هي الاختيار B نكمل اول مسألة بيقولك ايه؟ احنا هنعملوا مرتين مرتين اوه كويس ان هما مرتين بس يعني عايز الProbability بتاعت زهور tail in the second if head لو الاولاني كان head استنى كده انا مش هعرف غير ما اجيب الاول كل الاحتمالات تمام كم مرة؟ مرتين يبقى فيه اربع احتمالات ان الاولى تكون head والتانية برده او ان الاولى تكون head والتانية tail بقى او ان الاولى head والتانية ايه اللي انا بقوله ده؟ او ان الاولى مش head tail والتانية head او tail والتانية tail طيب تمام فيه اربع احتمالات هو عايز احتمال ايه؟ اركز كده في السؤال نفسه عايز احتمال زهور tail فالتانية فيه اهد اهد لو فيههد فالاولى اه 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 ده احتمال شرطي يبقى انت عايز probability of A بشرط البي طب ممكن اقفهم بس ايه الايه ده؟ اهو او بقولك ان الايه ان يكون second tail بشرط البي طب مالبي دي اللي هي يا جماعة؟ ان من الفلست هيد فلاص؟ انت كده مزعبتوهش يعني تعال انا عاود في القانون البي او في اي انترسيكت البي هي سخيفة شوية بس مش مش لدرجة اني معرفش احلى هاي ماشي يعني عايز الاتنين حصلوا مع بعض يعني ايه الاتنين حصلوا؟ يعني ايه حصل وبي حصل ايه حصل يعني التانية تكون كام هيد لأ انا اسف التانية تكون تيل وبي حصل في نفس الوقت يعني الاولى واحدة تكون هيد تعال ادور في الاربعة دول كده على واحدة تكون التانية تيل والاولى هيد مش هتلاقي غير هي دي بس التانية تيل والاولى هيد يبقى هي وان اوبر فور واحد من الاسف الاربعة ده اللي هو الانترسيكشن تعال نشوف البي بقى البي دي يا جماعة زي ما احنا قلنا هي الشرط ان تكون الاولى هيد طب في كام واحدة الاولى فيها هيد اتنين اللي هم اقول اتنين هم دول فيبقى اتنين من اصل كان اربعة فهم عامل وان اوبر فور دبايد اوبر فور تطلق وان اوبر تو هذا اللي هو الاولى اكتين الرقم بي ماشي تعال نشوف التانية بيقولك ايه نفس الكلام هنرمي بقى ضاي مره واحدة يبقى خلص تعمل اكتب السامبل سبيس برا اوان تو وثري فور فايف سيكس اوكي اللي حصل بيقولك ايه بقى هاتلي احتمال ظهور برايم ايفن نمبر جريتر زان اوان انا فهمتك برايم ايفن يبقى ده الايه بشرط ان يكون جريتر زان وان يعني ده البي عرفت منين بقى ان هو احتمال شرطين ماهنه ماقلش ولا ايف ولا او ماقلش اي حاجة معناها ان ده شرط بس هيا رعب العربي كده فكر كده هايز رقم ايفن يعني اولي اكبر من الواحد يعني انا باشترط عليك عارف انت لو بقولك ايه انا عايز رقم كزا اكبر من كزا يعني بقولك خلي بالك الرقم اللي انت هتجيبه لازم يكون ايه خلاص يبقى ده كده احتمال شرطين انت كأنك عايز البي وفي ايه بشرط البي والا دي اللي هي الحاجة اللي هو يكون برايم مش بس برايم ايفن برايم وايفن اللي اثنين اوكيه والبي دي اللي هي هيكون ايه كريتر زان ايه وان طيب تعالى نطبق القانون هيبقى البي اوف انترسكت البي على البي اوف التانية اللي هي البي تمام يالله يا سيدي البي اوف انترسكت البي يعني عايز البي حصل والبي في نفس الوقت حصل وانترسكت البي هنا والا انترسكت البيкий وسأ conviction جميع البي اوف انترسكوا ما فيش غير التو. طب مين فيهم؟ مين فيهم ايهم؟ مين فيه بقى؟ ما فيش غير التو. هيا التو غيرتر دان وان. خلاص. يبقى دي كم؟ التو بس اللي هي وان. عددها واحد من اصل كم كله؟ ستة. حلو او. تعالي نشوف بقى البروباباليدي او بي. البي ان هو يكون غيرتر دان وان. في كم رقم اكبر من الواحد اهو؟ الاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة والستة. خمس ارقام. من اصل كم رقم؟ ستة. حلو او. بس هحسن ديهاك تجليدرا تطلع وان. اوفر. اللي هي رقم ايه؟ تعال كده برضو نختارهم. ماشي. رقم تلاتة. بيقولك في هارمي ضاي. برضو نفس السامبل سبيس. الضهرة. عايزة احتمال. يظهر رقم تلاتة. انت عايزة رقم تلاتة كده بس اوكي. نون دات اه بشرط. يا معنىع بشرط. ان يكون النمبر اود. يبقى. 3D هي الا والاود دي هي البي يبقى انا عايز احتمال الا بشرط البي اكتب القانون بقى خلاص انا بيت محترف في المسائل دي A intersect B على P of B حلو اجل وقلنا زي ما قلنا بقى ان الا رقم 3 بس والبي يكون اود حلو تعال حلو يلو الا والبي يحصلوا مع بعض يعني يكون رقم 3 ويكون اود ما هو الثلاثة اود يعني هو ما فيش جديد واحد اصلا اللي هو الثلاثة يعني من اصل ستة حلو او طب قول P of B ان هو يكون اود في كم واحد اود ايه اللي انا ما اعملو بقى الone ادي واحد والثري ادي اتنين والفايف ادي تلاتة يبقى تلاتة من اصل ستة بس هحسبها تطلع كام one over three يبقى الاجابة رقم C ايه اللي انا بقوله ده انا فقدت السيطرة على تركيزي يعني ايه فقدت السيطرة على تركيزي وايه كلم B الاجابة رقم B طرح طمام تعال نكمل ممكن نمسح دول عشان احيالي انا برحتي بص بقى يروح مسيحلي بتاع ده معاه ما احنا عاملين ايه بقى ونحن عاملين اتاني مش مشكلة يلا رقم اربعة بيقولك if A intersect B كذا طعا ناخد الحاجات عندنا هنا A intersect B became two over five حلو والP of A بس before over five مااشي عايز ايه عايز ايه ده يا راجل عايز الP بشرط الايه طيب ما ده قانون يعني انا مش عارف انا بحل ايه القانون بيقولك الP of intersection على الP of التانية اللي هي هنا A الوعوي اعوض حبيبي intersection انا متدهلك to over five والA متدهلك before over five يعني انت مش تعمل ايه حاجة تطلع of مشي رقم خمسة رقم خمسة بيقولك ايه اه الP of A تعال برضي نقلها هنا عشان نحلها بشرط الP بone over three خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك اه P of A بشرط الP اللي انت مدهني دي مع انها ان انا مش هستخدم مش هجيب منها حاجة ده انا استخدم القانون بتاعها اجيب حاجة هنشوف حالة اللي انا مقصده والP of B بكام 12 over 25 وانا اخطي بشع بشع انا ارفام من قطي وانا بكتب مش عارف ايه ده طيب تعال بان استخدم اللغم الدهون انا بديك الprobability of A بشرط الP طب ما دي ليه قانون مش انت عارف ان الP of A بشرط الP يعني ده الP of A انترسيكت الP ديفايد الP الف التانية اللي هي هنا الP اهو ده كابتن يلا D بان اوبر سري equal الانترسيكشن مش معايا الحقيقة هو عايزها هنا P of A انترسيكت الP طب والP of B بكام اهو ده كابتن اهي 12 divided 25 كده الموضوع بقى عادي ايه ويبقى الP of A استانى امسع ديه عشان نروح لحنا حيث تاني بتاعنا هنا يبقى الP of A intersected P هعمل cross multiplication هسيب ده الوحده ويودي ده هناك multiply بيبقى عادي عن 1 over 3 multiply 12 over 25 هحسد هناك calculator تطلع 4 over 25 ايه بقى الاجابة تعال نشوف اللي بعده نكمل بيقولك if a and b are to match the exclusive استنى match the exclusive على طول معناها ان ال p of a intersect with b zero وعا تنصف match the exclusive يبقى الانترسكشن ب zero ما فهاش فكرة طيب بيقولك ان ال p of a ب 0.2 وال p of b داش وبالك من دي بقى 0.6 سيبك من اللي انت عايزه بقى عشان مش هقره دلوقتي انا مش هقدي الحتة دي او انا كورك انت مديني ال p of b داش ليه عشان اجيب منها ال p of a ال p of b انا اسف يبقى الطول من غير ما كمل دي مش هستخدمها بس هجيب منها ال p of b ازاي one minus the 0.6a فتبقى 0.4 بس كده خلي بالك اي داش هو بيدها لك بيبقى عايزك تجيب الحاجة الاساسية اللي من غير داش ليه لان انت ما تنساش ان هما الاثنين مفروض بيكملوا بعض يعني مفروض ب one وده رول فبص عشريت هتلاقي في القوانين وطالما هما الاثنين بيكملوا بعض يعني هما الاثنين ب one فانت تدتني واحدة يبقى التانية الباقي بتاع ال one بتاعه اوكي هو عايز بقى عايز ال p of a union p of a union b طالما ده عادي قانو p of a plus p of b minus الانترسكشن يلا ال p of a معايا بكام? ال p of b معايا بكام? جبتاها الحمد الله ب 0.4 minus الانترسكشن ب zero خب بالك او معلكش ان الانترسكشن ب zero انما انت عرفت عشان هما ماتش لي exclusive اوكي هحساب الاثنين دول هيطلع 0.8 دي بقى الاجابة رقم c اخش على البعضة بيقولك if a subset من b استناني بقى ما تكملش بص حبيب قلبي كلمة independent ما تكملش ليه؟ اول ما يقولك independent معناه ان الانترسكشن بالمالتبليكيشن بتاعي اوكي اول ما يقولك match exclusive ما تكملش لان كلمة match exclusive يعني الانترسكشن ب zero هنا برضو نفس الكلام ما تكملش بس هنا بقى دي معناها حاجتين مش حاجة واحدة ايه subset من ال b مش انت اللي بتقول if a subset من ال b ده معناها حاجتين ان الانترسكشن ما بين ال a وال b هو الصغير اللي هو ال a وان اليونيون ما بين ال a وال b هو الكبير اللي هو ال b حلو جدا يلا انا خلاص كده انا فهمت الحتة دي تعالى معنا كم من يشوفها ومديني ايه؟ بيقولك ان ال b of a dash seven over ten ما تكملش معناها على طول ان ال b of a ب one minus seven over ten تطلع كم three over ten بس ما انا لسه اقللك يا ابني يا ابني لسه اقللك ان هو لما بيديك الداش هو مش عايز يديك الداش ولا حاجة هو عايزك تجيب اللي من جرداش اعمل one minusها تمام وبيقولك ان ال b of b بكام؟ ب half لأ هنا دي اديها لك عادي ونفعش اي حاجة السرعة ماشي طلب ايه بقى طلب ال intersection تعالى نجيب عايز ال b of a intersect b بتتكلم بجد دولاي؟ لا انا اسف انا قريض غلط نعم ما لاقول برضو ما فيهاش حاجة عايز ال b of a بشرط ال b خلاص اه ده قانون اساسا يعني ما فيهوش مشكلة القانون بيقولك ايه؟ ال b of a intersect b divided the p of التانية اللي هي ال b يالله يا سيدي ال b of a intersect b معايا؟ لا مش معايا بس استنى 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 شو قالك ان ال ايه صبست من ال b وده معنا ان ال intersection بال b of a يبقى دي هي هيها ال b of a عشان انه هو عشان ايه صبست من ال b او اللي قاله المعلومة دي ال b of b يالله انا عوض ال b of a بعيب كام 3 divided 10 جبتها انا الحمد الله كنت عامل حسابي او مش عامل حسابي الصراحة او طالما ما اداك كداش انت هتجبها divided the p of b اللي هي half او بحاسب 3 over 10 divided half وتطلع هه وتطلع كام 3 over 5 يبقى الاجابة رقم بي تمام يالله نحل 3 بيقولك if a and b are two independent استانة مش هكمل independent دي معناها عشان ما نساش بس ان ال b of a intersected b بال b of a multiply p of p تمام هه هم independent خلاص انا استخدمت الحتة دي يعني انا افتكرت كده خلاص عايز انت ايه بقى بيقولك ان ال b of a ب 0.2 وان ال b of b 0.5 معلومات جاهزينة حتى ما تدكش واحدة منهم داش فتقول one minusها تجيب اللي انت عايزة لها لا 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 هو ما تدكش حاجة بيقولك عايز ال b of a intersected b اتب هتغرق ولا ايه؟ يعني انا عمالة تكلم另外 اقراه بتاعه وتطلع كده بس بس أنا طبعا مش هقدر استغلم القانون ده لاني ممعيش ال union و lakes هينفع اساسا ان ال m in independent مو ملكش يعاب الكلام دا كله بص كده اول حاجة في الصفحة على يمي دي انا استنتجتها لما هو قال لي انها independent خلاص يبقى شوف ال P of A بكام بكامل P of A 0.2 multiply P of B بكام 0.5 هعمل 0.2 multiply 0.5 بعد calculator تطلع 1 over 10 او 0.1 يبقى الاجابة رقم D انا مش هافظ ازاي يبقى الرقم D هارف D بقى ماشي 4 الحتة دي مهمة قوي 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 هارفوك لا والله انا امسح لي بقى همسح لي عشان تركز فيها بص كده امسح لي كمان عشان ما رايش لازمة ركز في 4 عشان فور دي مهمة جدا 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 بيقول لك اي بقى بلس البي اوف بي بلس البي اوف سي اكيد ايكوال وان عرفت منين انها ايكوال وان يا ابني دي بديهيات وبعدين انت قانون تخدتوا السنة اللي فاتة عشان مش هنحاول بديهيات يعني هما كل هما كلهم بيكونوا لك moż اللي هى جميع اللي واحتمالات يبقى لازم البروبابلتي بتاعت ده وان بلس ده وان البربابلتي بتاعتهم كلهم لازم تبقى في الآخر بكم بوان فخلاص يبقى اول ما يديك بها كذا straight يعرف ان مجموعة البربابلتي بتاعتهم بوان تعال بقى نشوفه هو بيقولك ايه هو بيقولك A و B و C are match the exclusive ده طبيعي ان هي تكون match the exclusive عشان خاطر يبقى المنوع بتاعهم بسئبان يعني مش هجيب لك المسألة دي ان لما يكونوا match the exclusive قالك ان ال P of A 0.25 وال P of B 0.4 هات ال P of C ها 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 طبعا نعمل ايه خلاص اوض ال P of A 0.25 plus ال P of B 0.4 plus ال P of C اللي انت عايزه أنا من شوف تصولها تبراها اكس اودي دابع اكسس سين اودي دابع اكسس سين وتطلع ال P of C بكام 1-0 وتطلع 0.35 دي بقى حسى التعب ان انا قم بيت واتسى يا رب بتطلع صح يلا لنشوف اخر واحدة رقم 5 او بي are 2 independent طالما independent هي بقى الانترسكشن بناسب نفس القناة عبارة عن P of A multiply P of B ماشي ويقولك ان P of A P of B 0.6 واليونيون اهو عايز P of A بص كده انت مديني اليونيون صح؟ 0.68 طيب انا ممكن استفيد ازاي من اليونيون مش انت عارف ان P of A union B equal P of A plus P of B minus الانترسكشن اه وبعدين اولاك يلا ال P of A يونيون بي بكام 0.68 equal ال P of A مش معايا ده هو عايزها نسميها اكس عشان دي اللي انت عايزها اصلا plus ال P of B ب 0.6 minus ال P of A intersect ال P استنى مش معايا بس بص كده هنا انت بتقول لي ان الانترسكشن بال P of A اللي انا سميتها اكس اخلي بالك ال P of A هي الاكس multiply ال P of B هو ليه ده حصل؟ طبعا ده حصل عشان هما independent وهو اللي صرح بالمعلومة دي انا مقدرش اخمن حاجة ده كده الا لو انت كاتب لي المعنى فانا فهمت ان هما independent تمام فهقوم عامل P of A multiply P of B يعني O.6 multiply X يعني O.6 X نسمع دي تاني عشان مهمة قوي هنا انا اعتبرت P of A عادي هيا مش فرقة يعني والانترسكشن طبعا هو مفروض ان طالما ان هما independent يكون الانترسكشن بده multiply ده فهمت انا معوض بال P of B ب O.6 وال P of A انا مسميها X فهسيبها X تمام يلا نكمل هكت الرقم ده حبيبي هناك بالنجاتب فيبقى هنا في بوينت O.O.8 equal في هنا X يعني 1 X وفي هنا O.6 بالنجاتب فيبقى O.O.6 يبقى O.O.4 X تبقى ال X تساوي ايه؟ وهدي O.4 بالdivided يبقى O.O.8 O.O.8 divided O.4 تبقى O.8 ثانية واحدة هحسبها divided O.4 طبعا يا جماعة ما بحسبش انا بحسبش انا بحسبش انا بحسبش انا بضطر احسب عشان انا بضطر احسب عشان للأسف مش محلولة كتاب فضطر احلها بنفسي تطلع 1 over 5 يعني O.2 ثانية واحدة انا بحسبت ستجد كلام هذا في الشيت اساسي انا ماذا اذكر شكرا